يفوز بيرامدز ببطولة مبدئيا في شهر يوليو اللي فات المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيرامدز بعد نهاية الموسم اللي فات من الدوري اللي بيرامدز خد فيه مركز تاني في الدوري ولعب نهائيين واحد سوبر واحد كاس قدام الأهلي واخسرهم فلامس القمة لامس القمة لكن لم يتوج قال تصريحات قوية جدا عن طموحات الفريق في الموسم الجديد قال ممدوح عيد أن الموسم اللي جاي هو عام تحقيق الأحلام ده كان عنوان التصريح اللي قاله في تصريح رسمي المدير التنفيذي لنادي بيرامدز قال إيه بقى ساعتها قال أن السنة اللي جاية كل البطولات اللي هندخلها دخلين هنكسبها خلاص لأن احنا بنينا وموسم الحصاد وعام تحقيق الأحلام هو اللي جاي فهناخد الكاس هناخد الدوري هناخد دوري أبطال أفريقيا هنوصل كسر عالم للأندية بعد ما نكسب دوري أبطال أفريقيا هنلعب في كسر عالم للأندية بنتائج لم تتحقق من قبل لكن لما تدخل في الموسم هتلاقي المشهد ده حصل قدامك بعد موجه الشكر لللاعبين والجهاز الفني اللي كان بيقوده جيمي باتشيكو اللي مشي بعد كم شهر من بداية هذا الموسم المشهد على مستوى نتائج بيرامدز بعد كل هذه التصريحات وهذه الطموحات كان كالتالي هنلاقي إنه الكاس خرج منه بيرامدز هنستعرض في العرض التالي وضعية بيرامدز هذا الموسم وضع الكاس من السيمي فاينل قدام الزمالك لسه عنده كاس الموسم الجديد وضع دور الأبطال من دول المجموعات ما رحش كسر عامل أندية بالتبعية بالتالي ما فيش نتائج جيدة في المونديال لأنه ما رحش استقرار جهاز فني ما فيش لأنه مشي جيمي باتشيكو الدوري لعب عشر ماتشات كسب ستة اتغلب واحدة وتعادل ثلاثة إذن ولا طموح من الطموحات تحقق حتى الآن يبقى طبيعي جدا نسأل لماذا لا يفوز بيرامدز فيه إجابة كده حاولنا نوصل لها لأن السؤال بيتكرر كل مرة جوا نادي بيرامدز وعندنا في الإعلام ومين الناس وكلنا بنقعد نسأل ومتى سيفوز بيرامدز وفرصة معنا الكابتن محمود فتح الله النهاردة كواحد كان لسه قريب قوي من الفريق لحد من كم شهر لحد من كم يوم يعني هتلاقي الإجابة تبقى للبحث اللي حاولنا نعمله يعني لأنك هتقول اللعيبة وهتقول إن كل هذا الإنفاق اللي بيتدفع وكل هؤلاء النجوم وكل المرتبات اللي بتتدفع لللعيبة دي تمام؟ ما احنا قلنا الكلام ده وهنقول ضغط الإعلام وهنقول ضغط الجماهير وهنقول إنه ما عندهمش جمهور فمضغوطين ضغطا سلبيا ودي كانت آخر تصريحات جيمي باتشيكو لما قال إن انتوا اهدوا على الفريق ده شوية لو عايزينه ياخد بطولة بس هو طبعا ما فيش حد هيهدى على بيرامدز لأنه أساسا نشأت بيرامدز نشأت مناطحة أهلي وزمالك طبيعي إنك تخلي الأهلوية والزمالكوية بصين لك بصت إيه دا انت جاي تاخد مننا بطولة ولا إيه ثانيا طريقة منافسته للأهلي اللي طريقة النشأة في عهل المسشر تركي قال الشيخ طبيعي إن هيبقى الأهلي طول الوقت مش عايز بيرامدز ياخد بطولة في منافسة على مستوى اللاعبين وعلى مستوى الألقاب وعلى مستوى الصفقات فطبيعي فالضغط ده يبدل موجود أبد الظهر على بيرامدز فكيف يفوز بيرامدز تعالوا نجاوب بقى عشان طولنا في المقدمة دي الإجابة موقع اسمه فونوميكس إيه فونوميكس ده موقع اقتصادي مش مرتبط قوي بالكورة لكنه مرتبط بكيفية تحقيق النجاحات الاقتصادية في مختلف المجالات الموقع ده قرر انه يحلل بعض البيانات عشان يجعب على السؤال بسيط هل انت لو أنفقت كتير هتحقق نجاحات يعني هل النجاح مرتبط بانك تنفق كتير فكانت الإجابة على مستوى الناحية الرياضية لما حطها على مستوى الامريكان فوتبول الكورة الأمريكية وعلى مستوى كورة القدم العادية اللي منحبها اللي منلعبها عادي منحب الكورة الأمريكية كمان لكن بتكلم على كورة القدم يعني لقوا ان العلاقة بين الرواتب الضخمة ومعدل النتائج والألقاب مفيش علاقة طردية يعني مش كل ما هتدفع أكتر كل ما هتاخد بطولات أكتر مش مرتبطة ببعض لكن عملوا حسابات تحليلية على الأندية اللي بتحقق بطولات ولقوا بعض النتائج الأخرى وهي أن النظام العادل في الرواتب هو اللي ممكن تبقى علاقته طردية مع تحقيق الألقاب والانتصارات بمعنى إيه؟ عملوا مثال مثلاً بأرسنل إحنا حاولنا نعملها وجبناها لقوا أنه لما أرسنل قرر أنه يعمل شكل جديد للفريق ويبني بناء مختلف للفريق تبقى مرتبات أهم لعيبة فيه القوام الرئيسي من الفريق قريبة من بعض تبقى الفروقات مش كبيرة قوي ما بين اللاعبين وبعض زي ما بتقول قط اللبس يعني مهم جداً فلقوا مثلاً أن زي ما الصورة قدامنا دلوقتي على الشاشة كاي هافرتز آخر المنضمين بياخد 14 مليون ونص في الموسم جابريل أو جابريل جيسوس بياخد 13 و700 بيكلين رايس بياخد 12 و400 مارتين أوديجرد بياخد 12 و400 توماس بارتي بياخد 10 و400 بوكايو ساكا بياخد 10 و140 ويليام صليبة بياخد 9 و800 فبتلاقي أن اللعبة منضمة جديدة مع قوام أساسين النادي الرواتب مش بعيدة أو عن بعض يعني متدرجة تدرج يخليهم كلهم قريبين من بعض فقال لك أن ده اللي بيحقق النجاحات للفريق النظام العادل نقطة تانية بقى بعيدة عن الفلوس وهي فكرة وجود وجود مشروع واضح يتم الإعداد ليه بشكل تراكمي هل بيرامدز وإدارة بيرامدز عملت المشروع التراكمي ده الإجابة حولت في الطريق لأنها بدأت بالسوبر ستارز السوبر سوبر ستارز لكن في نفس الوقت حولت تقلل شوية لكن فضلت على نفس المنهج ففضلت بدون مشروع تراكمي واضح بدأت من فوق ما بدأتش من تحت فالتدرج لم يكن سليما ففكرة الوصول إلى بطولات طبيعي أنه ما يجيش بين سنة والتانية والتالتة لأنه البناء نفسه في مشكلة ده غير أنه فكرة المشروع التراكمي ده مهم فيه الاستقرار هل تعلم أن من ساعة ما بيرامدز تأسس لحد هذا اليوم جاب 15 مدير فني وإنت بتتكلم في 4-5 سنين بس يعني منهم اتنين مؤقتين اللي هو الكابتن أحمد حسن ميسك ماتش والكابتن عبدالعزيز عبدالشافي ميسك ماتشين لكن من 19 لـ 24 15 مدير فني فتخيل كل هذا الكم من عدم التنظيم على مستوى بناء الفريق مرورا بمديرين فنيين بيمسكوا ما بين اليومين والسنة ده أعلى فترة بيمسكها مدرب اللي هو باتشيكو إلى جانب بقى فكرة النظام المالي العادل لللاعبين طبيعي إذن لو هتشاور على المشكلة من حقك تماما أنك تشاور على الإدارة اللي برضو منها بقى من أدوارها فكرة التهيئة لللاعبين وفكرة التجهيز لللاعبين وفكرة مواجهة الضغوطات دي للإدارة والمديرين الفنيين بكل تأكيد الإجابة هي الإدارة فالإدارة مهم أنها تتحرك وهي شغالة لكن مهم أنها تتحرك تشتغل صح في اتجاهات صحيحة كي يتوج بيرامدز ببطولة علشان أنا عارف أن أنتو كإدارة وعايزين الناس تبطل السؤال بتاع هو إمتى بيرامدز هياخد بطولة فيه ناس بتسأل السؤال بشكل عادي عايزة توصل لإجابة وفيه ناس بتسأله بشكل ساخر لكن في النهاية هو سؤال يحتاج إجابة الناس في اليومين ثلاثة اللي فاتوا قالت لك إذا بيرامدز ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا بنتيجة غير مرضية قدام زمبي هيقفل النادي وفيه ناس قالت أنه هيغير الإدارة فيه ناس راحت المهمة يعني ناحية أنه هيكون فيه قرار عنيف رداً على إهدار البطولات المتتالية عشرين بطولة زيرو بطولات فكانت الإجابة